تحت رعاية سعادة اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي وبحضور الشيخ مرام بنت عيسى المدير العام لمكتب صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد حفظها الله قامت مؤسسة بحرين ترست بالتعاون مع المستشفى بتجشين مدرسة مستشفى الملك حمد الجامعي المصغرة بجناح الأطفال هذا وقد أشاد الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد المستشفى بجهود الجامعيات والمؤسسات الأهلية التي تساهم في خدمة ورفعة مملكة البحرين ومواطنيها كافة برنامج علمني برنامج تعليمي يتم العمل به في مدرسة مستشفى الملك حمد الجامعي المصغرة حيث يتولى تقديم عدة برامج تعليمية للطلبة المرضى لدعم تعليمهم وتطوير مهاراتهم الدراسية بجانب اكتشاف وصقل مواهبهم العلمية والفنية سواء في فترة وجودهم في المستشفى أو خارجه بعدما دشنا مدرسة المستشفى في مدرسة دينا كانو وجدنا بأن الطلبة يحتاجون إلى غير الخدمات التي نقدمها في الصاف من خلال تقديم الدروس التقوية ودروس العلاجية فكرنا بأننا نقدم مشروعات رياجية ونحن لدينا ستة مشروعات هذه المشروعات تقدم من خلال منحة ستيم هذا المنحة اللي يتيح للطالب إنه يكتشف يبحث ثم ينتج نتاج هذا النتاج خلاننا نكتشف مواهب للطلبة فقررنا أنه يكون أيضا من ضمن الخدمات اللي نعملها هي اكتشاف مواهب الطلبة جهود جبار وعظيم في تغيير نفسية الطفل وكمان من النحية التعليمية وفترة أن الأطفال كمان بتبقى مرضى وبتعاني من بعض الأمراض أو بعض عملات الجراحية فالأطفال نفسيتها متبقاش كويسة وجودهم واندماجهم للصف الدراسي هنا تبع مستشفى تبع مدرسة تبع مؤسسة بحرين ترست ده أدى إلى أنه هما نفسيتهم تكون أحسن أدى أنه هما يعيشوا حياتهم الطبعية اتعكس على نفسية الطفل ونفسية الأم كمان دراسة مستشفى الملك حمل جامع المسقرة مفيدة في الجناح الأطفال للأطفال الملازمين في الأجنحة عشان تكون تغيير لنفسياتهم في المستشفى ودعم للفراغ اللي بيصور عندهم من أثر تغييرهم عن المدرسة مدرسة المستشفى هي عبارة عن صف واحد متعدد المراحل الدراسية يضم أطفالا بأعمار وغدرات وخلفيات بيئية مختلفة بحيث يكون الطالب هو محور التعلم المدرسة الحلوة أتعلم كل شي فيها أتعلم أكتب أتعلم أقرأ قصص أتعلم كل شي أستفيد منها كل شي أتعلم ألعب تعلمية أتعلم كل شي حتى المعلمات تساعدوني كنت متوتر خايف وذي كل رقدوني خلوني في الفراش أعطوني السيلان كنت خايف عقب شالوا السيلان خلونا أروح عندهني المعلمات صرت مستانس ونسيت أصلا أندي أي شيء وراي بس كنت أبوى ستانس نسيت ما برضي أنه هي أبوح عن بولي من الوناسة يعلموني أشياء ما كنت يعني ما كنت أتعلم عنهم يعني بحياتي وعلموني من الشي الصحي ومن الشي اللي مصحي لما أغيب من المدرسة وآي مني ما أحس شي فوتني من المدرسة لأنه آي مني إلى ذلك تمتد خدمات المدرسة إلى خدمة التعليم الفردي في غرفة المريض ففي حال عدم حضور الأطفال إلى قاعة الصف تقوم المعلمة بتقديم الأنشطة لهم في غرفهم مدرسة مستشفى الملك حمد الجامعي المصخرة هي مبادرة متميزة تعناب الأطفال بالدرجة الأولى وتحرص على نقلهم إلى عالم العلم والتعلم حتى لا يكونوا متأخرين عن أقرانهم بسبب ظروفهم الصحية التي تتطلب وجودهم في المستشفى لأيام طويلة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر